اشتركوا في القناة من اللائحة المتعلقة بانتقال اللاعب تحت 21 عاما وتم مناقشته بشكل مفصل مع ممثلي الأندية التقى رئيس الاتحاد البحريني لتاكواندو السيد عبدالله الدوي بسفير كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين سعارة السفير هونسون جو وذلك بمقر سفارة الكورية الجنوبية بالمنامة وجرى خلال لقاء بحث سبل تطوير رياضة التاكواندو في البحرين واستعراض خطط الاتحاد البحريني لتاكواندو التي يسعون لتنفيذها بهدف دعم وتطوير العلاقات البحرينية الكورية على صعيد هذه الرياضة نظمت الأكاديمية الأولمبية البحرينية ندبة تحت عنوان القيادة وتحقيق الإنجاز في المجال الرياضي للمحاضرة الكندية كارلا نيكولاس المدربة باللجنة البرلمبية الكندية لألعاب القوى وذلك بحضور عدد من المدربين والإداريين في مختلف الألعاب ورياضات وتهدف هذه الندوة إلى تحقيق الشعور بالهدف والالتزام والاحترام لدى الأفراد وتعزيز عمل الفريق مما يؤدي إلى النجاح الجماعي ويسهم في الارتقاء بالرياضة البحرينية على المسويين الفنية والإدارية طبعا نحن سعيدين كأكاديمية أولمبية بتوجيه من سمو الشيخ خالد بن حمد وسمو الشيخ عيسى بن علي ناب رئيس الأجوة الأولمبية وتوجيه أيضا من سعاية الأمين العام فارس الكوهيجي بأن نحن نفيد المدربين والإداريين بكل الخبراء اللي يون عندنا في البحرين دكتورة كلارا يحق دولة البرنامج الوطني لمستوى الرابع في مادة القيادة استغلينا فرصة وجودها ودعوة الإداريين اللي سبقها وإننا حضروا في البرنامج دعوة المدربين من مختلف الألعاب وبالخصوص البرالومبية كونها هي المديرة الفنية لمنتخب البرالومبية في الألعاب القوة اللي حقق نتائج عالية جدا في كندا فكانت هذه الدورة هذا الملتقى في هذه الليلة بهذا الجمع الجميل أن ننقل الخبرة من ناحية الإدارية الفنية للجماعة اللي حضروا كوني أنا اليوم صار لي سبع سنوات في المجال البرالومبي اللي سمعنا اليوم أمور قيمة يجب على كل لجنة ببرالومبية في الحقيقة أن هي تقوم بهذه الخطوات لتطوير فريقها أو حثة للصعود على منصات التتويج كانت المحاضرة أشبه بالدافع عشان نحقق المزيد من الانجازات وتطوير الأداء عند اللعبين زار السيد علي إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد الأكاديمية الوطنية لكرة اليد نيكا بالمجار وذلك بحضور مدير المنتخبات إسماعيل بغر وتهدف هذه الزيارة إلى التعرف على برامج الأكاديمية وخلق فرص التعاون بما يعود بالفائدة على كرة اليد البحرينية وأكد إسحاقي على أهمية الاستفادة من المدارس العالمية المتقدمة في لعبة كرة اليد كما تم الاتفاق على إقامة دورات تدريبية للمداربين الوطنيين عبر جلب محاضرين وافدين مختصين في الأكاديمية وابتعاث عدد من اللعبين الصاعدين لعملية تطويرهم وبنائهم فنيا وبدنيا